طريق لتسريع تطوير التعليم مع قبل المدرسي لاعتبار تنمية التعليم مع قبل المدرسة أولوية وطنية وللإسهام في تنمية الطفولة الصغرى من خلال التأطير العائلي والتعليم مع قبل المدرسي النوعي تحت الرحاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم الداه وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تطلق أكبر برنامج وطني لتطوير التعليم مع قبل المدرسي لفترة 2022-2024 استهل الحفل بعرض فيلم قصير تم من خلاله تقديم المخطط الاستراتيجي لتنمية الطفولة الصغرى الذي يرتكز بالأساس على رصد الفرص المؤسسية المتاحة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وفق المهام والمزايا المنوطة بكل فاعل الانطلاقة توجد بتوقيع اتفاقية متعددة الأطراف حيث شملت خمسة قطاعات حكومية بالإضافة إلى رابطة عمد موريتانيا واليونسيف وذلك لتسريح تنمية عرض خدمات التعليم ما قبل المدرسي بحلول 2024 إذ ترجم هذه الاتفاقية نشاطا تضامنيا حكوميا مقاربة متعددة الأطراف يسعى القائمون من خلالها إلى تضافر الجهود وتقاسم الموارد بهدف حجد الدعم وتحفيز هبة وطنية لصالح التعليم ما قبل المدرسي من أجل تربية وتأهيل جيل قوي سليم أسمى أحمد جدو الموريتانية